مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة بالطبع بانتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين التي ستجري يوم الأحد بعشرين الجاري ضيفنا لليوم دكتور سامر بعلبكي المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين قبل البداية برحب فيك دكتور سامر أهلا وسهلا فيك أهلا فيك وصال خير للمشاهدين سنتحدث سنسأل الدكتور سامر عن المثاقية في مجلس النقابة وعن دوافع الترشح وسنسأل بالطبع عن برنامج الانتخابي لأنه ينشط في الفترة الأخيرة وسنتحدث عن مدة ولاية النقيب وأعضاء مجلس النقابة دكتور سامر دكتوراه بالقانون العام ومحاضر في القانون الدستوري ومشارك في لجان وفعاليات اتحاد المحامين العرب ولجان النقابة في بيروت وأيضا لجنتي المعونة القضائية والدفاع عن الحريات ودورات وساطة وتحكيم دكتور سامر أهلا وسهلا فيك مجددا قبل ما ندخل بالتفاصيل تتحدث كثيرا عن المثاقية في مجلس النقابة يعني بكل تصريح بكل مقابلة بكل كلام إلك بتقول المثاقية في مجلس النقابة ليش بتشدد على هذا الموضوع؟ نعم أستاذ عباس موضوع المثاقية هو موضوع أساسي بالنسبة لي قلنا بلبنان نحن بعد اتفاق الطائف المكونات اللبنانية ثبت بالتجربة أنه ما ممكن تنجح لا بمجلس الوزراء ولا بمجلس النواب ولا بأي من المؤسسات الدستورية أو حتى على مستوى الفئة الأولى إلا بالتوافق والتعايش بين كفة المكونات اللبنانية حتى بالنقابة؟ يعني حتى بالنقابة في عدة نقابات عم تتدور سدة النقابة يعني بترابلس عم يتدوروها وفيه بنقابة المهندسين كذلك الأمر اللي عم بصير بنقابة المحامين فيه ميثاق شرف توقع بالعام 1991 على دور أو على عهد النقيب سمير أب اللمع بالتأكيد مع النقابة السابقين ومجموعة من المحامين الكبار توقع هذا الميثاق تحت عنوان أنه لازم يكون تكون العائلات اللبنانية كلها ممثلة داخل المجلس النقابي إنعكاسا للصيغة اللبنانية أو للمرآت اللبنانية اللي هي بالمؤسسات التانية بمقدمة الدستور انحكى عن أنه يكون فيه توافق بهذه المؤسسات انطلاقا من هون هذا الميثاق ما عم يتطبق للأسف ما عم يتطبق هلأ شي بيقلك يعني بيخلق أمور إلى علاقة بالانتخابات هي السبب أنه تريقة الترشيح أو التحالفات أو غيرها أنا ما بشوفها هيك نحن بنقابة نقابة المحامين هي نقابة حقوقية وتشكل مرجعية قانونية كبيرة على مستوى الوطن لأنه بتضم نخبة من الحقوقيين والقانونيين هذا الأمر برتب عليهم مسئولية كبيرة بأنهم يراعوا التوازن داخل النقابي أو داخل مجلس النقابي هذا برتب عليهم مسئولية أكبر نتيجة الثقافة اللي عندهم ثقافة المسئولية اللي يجب هن يتحلوا فيها نحن عم نحكي عن محامين وعادة المحامين حسب ما يعني بيوصفوا هن ينخبط المجتمع وقادة طليعة الرأي في المجتمع هذا الشي بيحملهم مسئولية مضاعفة أنهم يعالجوا هيدا المسألة للأسف رغم هيك نحن نجي كمحامين اللي هي منطلق من رسالتنا السامي اللي أقسمنا عليها أنه نحن بنا نعالج مشاكل الآخرين بتحقيق العديلة شو بتقوم رسالتنا على تحقيق العديلة الدفاع عن المظلومين وهيدا الأمور العامة والحرية وحقوق الإنسان أنت تقول المثقية غير مطبقة غير مطبقة بمعنى نحن مش مراعيين عنها وعم نروح من طالب بتحقيق رسالتنا مع الآخرين فهيدا الأمر أنا بشوفه ثغرة كبيرة مفترض لأنه هيدا بالعكس بالاتحاد كوي بالتعايش غنى نحن من مدرسة تؤمن بالتعايش مدرسة الإمام القاعد السيد موسى الصدر اللي قال لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وانطلاءا من هذا الأمر نحن نسعى عطول للحوار مع الآخر للشراكة مع الآخر للعيش ما من نقول تعايش لأنه نحن غلط نقول تعايش هم نقول العيش مع الآخر فهيدا الأمر أنا بركز عليه وأساسي لحتى تبقى وحدة النقابي ووطنية النقابي هي مرجع على مسافة واحدة من الجميع يعني هذه النقطة اللي ذكرتها أنتوا المفروض تجيبوا حق دافعوا عن حقوق المظلومين وبدكنوا تحققوا العدل والعدالة مش موجودة بقلب النقابي الميثاقية مش موجودة طبيب يداو الناس وهو عليله دكتور يعني بخبرة مهنية ما شاء الله عليك دكتوراب القانون العام تحدثنا عندك محاضرات بالقانون الدستوري ولجان وفعاليات واتحاد المحامين العرب بالطبع وببيروت ولجان المعون القضائي والدفاع عن الحريات والدورات كل هذه الخبرة المهنية ما الذي يدفعك إلى الترشح لعضوية نقابة المحامين نعم شغفي للمهنة شغفي للمهنة شغفي للمهنة وإيماني بأنه ممارسة العمل النقابي السليم والقويم بأدي لنقابة رائدة وفاعلة تستطيع تقديم الخدمة للمحامين المنظوين في إطارها نحن عم نمر اليوم بأزمة مالية واقتصادية كبيرة غير خافية على أحد بالتالي علينا البحث عن وسائل وأسليب للتخفيف عن المحامين اللي عانوا كثير بهذه الأزمة بلشت الأزمة معهم بالوباء شوي يجينا لأعتكاف مساعدين قضائيين شوي يجينا لأعتكاف قضاط ومرة من المرات كنا نحن كمحامين معتكفين فهذا المحامة عم يتأثر بشكل دائم بهذه المحطات اللي عم تصير وعم تأثر على حياته ومسيرته المهنية لأنه ما عنده أي مدخول آخر إلا من خلال مهنت وقال اللي بيكون مهنته عم تتعصر بهذه الطريقة مفترا نروح نشوف بدائل هلأ بالتأكيد ما بدي أجي أقول لك والله أنا ماء عصى صحرية وجاي على مجلس النقابي لأنقذ المحامين وأنا عارف الوضع المالي ولكن بنفس الوقت في عنا أمور فينا نعملها بتسهل عمل المحامين مثل شو هذه الأمور وشو برنامجك شو البرنامج اللي عم تورده على الزنام هلأ هحكي كم بند من البرنامج أساسيين بس خليني أقول لك بالأول عندنا مثلا موضوع التعاطي مع الإدارات العامة عندنا موضوع التعاطي مع القضاء وعندنا موضوع التعاطي مع الأجزاء الأمنية موضوع التعاطي مع القضاء للأسف إله فترة طويلة مش بحالة استقرار يعني نحنا دائما عندنا مشاكل مع القضاء أنا أنا بشوف لازم يكون فيه آلية أو لجنة ثابتة تضمن أو تحفظ العلاقة وتنسك العلاقة مع الجسم القضائي اللي هو بنحترمه هو الجناح الآخر لألنا العادية اللي هي من جناحين موحامات والقضاء أي مشاكل بتصير بين هود الجناحين بيكون عم يرعاها جهة آآ معنية مكلفة من اتنين سواء منخفف كتير من المشاكل اللي عم تصير بيننا وبالقضاء وعم تتظهر للإعلام وهذا الشي مش صحي هذا عمر مش صحي على صعيد يعني في على صعيد الإدارات العامة مثلا كمان عندنا مشاكل كتير فيه تعميم صادر من الرئيس الحكومي عاييام الرئيس سعد الحريري أصبت بيقول أنه بيسهل عمل المحامين بالإدارات العامة طيب مش عم يتطبع بينزلوا المحامين بيقفوا بالطوابير قدام الإدارات الرسمية منهم المالية من العقارية غيرها من الإدارات الرسمية بتحكي مع الموظف بيقول لك أنا ما معي خبر طيب هذه كمان تطلب عملية تشديد من قبل مجلس النقابي بالتنسيق مع مجلس القضاء مع عفوا مع رئيسة الحكومة ومع الوزراء المعنيين لو يضبطوا هذه الحالة ليش مش المحامي هو أفضل من غيره لا بس المحامي وقته دي عنده جلسات عنده مراجعات عنده أمور بدي يخلصها إذا بدي يقضي كل النهار قاعد قدام الإدارات الرسمية ما بيقدر يشتغل شيء تاني فلازم هذه التعميم يصير فيه تجديد عليها كنت بدي أحكي قبل عن القضاء ما رأيت عن العلاقة مع القضاء بموضوع العلاقة مع القضاء في تعميم صادر عن النيابة العامة التمييزية مثلا كذلك الأمر بموضوع منع الصفر بيجوا مثلا هاي بعض المشاكل بدي مرئة حتى نعطي أنسر فلا هايدي هذه مشاكل بتقص المحامين بيجوا مثلا بيجوا النواب العامين أو المحامين العامين بيعملوا أرارات منع الصفر بالنص ما إلو حق يعني ما عنده صلاحية بالنص يعمل منع صفر لموكل هون مثلا هذا الأمر برضه فيه تعميم صادر من نياب العامي التمييزي كمان مش عم يتطبق هذا الأمر بروحوا بيعملوا شو بياخدوا منه كمان جواز الصفر بطريقة غير مباشرة وكأنه عم يلتفوا على الموضوع عم يبنعولوا صفر هاي دي وحدة من الوحدات فيه كتير مشاكل مع القضاء مثلا التعاطي مع المحامين العامين مباشرة نحن محامين لدينا من الكفاءة ما يكفي ويكفي ويكفي لأنه نتعاطى مباشرة مع القاضي لأنه نحن وياه ندرس نفس الأنون ندرس نفس الشي لابل عندنا دكاترا وعنده يمكن حدا عامل دكاترا فيه مستويات مثقفة معلمة لها الكفاية والقدرة أنها تقدر تقوم بالمهام المنوطة فيها بيجي مثلا بده يتعاطى المحامي مع احترامي لكل الناس مع عنصر الأمن ليحكي مع المدعي العام أو المحامي العام كمان هذا بده بده ضبط مفترض يكون عليها مباشرة شو سبب هذه المشاكل مع القضاء والقضاة وهل هي فقط تحتاج كما تقول إلى خلينا نقول لجنة نظمي مثلا للعلاقة ما فيه سبب عالطول بتشوف فيه هيك نوع من الحدية بالتعاطي فيه حدية ما بتفهمها ما بتفهمها مع أنه فيه عندنا كتير محاميين محترمين ومرتبين ويعني ما بعرف ليش بيصير التعاطي فيه قضاء كمان ما ما بيتعاطوا هيك مباشرة بيحكوا مع المحاميين وفيه تحمى كاتبهم أنا عم احكي عن البعض ما بدي يخزنهم الكل بس هاي دي الحالة بده علاج يعني فيه أمور كتير بالقضاء كمان بيجي المحامي بيقف بالكوريدورات بقدام قضاء التحقيق قضاء التحقيق بيبلش جلسته بيعرفش أنت بيخلص كمان هو عندنا أشغال بده تتنظم هاي دي الأمور يعني فيه عدة أمور مع القضاء مثل مع الإدارة العامة كذلك الأجهزة الأمنية بدي يكون هيك فيه شد شدي شوي بموضوع الاحترام المتبادل لأنه كمان فيه علاقة هيك شوية بتحسها ع طول مشحوني مع الأجهزة الأمنية كمان هيدي بده وخاصة بالوقت الحاضر وزير الداخلية من القضاء المشهود إلهم بالكفاءة والنزاهة والمناكبية وعم يصير فيه تعاون مع نقيب المحامين وبده يعني بده هيك شوية متابعة من مجلس النقاب إذا قدر لإلنا الدخول يعني حتكون هاي دي وحدة من المطالب الأساسية اللي نحن نسعى لإلها هاي دي بتسهل وما بتكلف أعباء مالية أيضاً تحدثت عن مرصد للفساد ببرنامجك على ما أعتقد دكتور مرصد للفساد مين ترصد مين فساد عند مين مش المقصود فيه الفساد بمعنى الفساد يعني ممكن ينعمل مرصد بنقابة المحامين بيضوي على بعض المخالفات اللي يمكن أو التأصير أو الإهمال خليني يسمي الإهمال الوظيفة اللي بيقوم فيه سواء إن كان القاضي أو المحامي كمحامي أو الموظف جيد وهي دا بيكون مرئي من كل الناس هون انت بتكون عم تروح بالخجل معه للقاضي أو للمحامي إنه انت عم تعمل هاي الممارسات اللي هي مش مزبوطة ومش مقبولة ممكن تردعوا بطريقة مهزبة إنه معاش يقوم فيها أما إذا تكررت أكتر من مرة ما في شي بيمنع أن نروح على إخبارات أمام الجهات المختصة سواء نيابي عمي تميزية أو استئنافية أو مالية بكل بحسب اختصاصه نعم شو في بعد ببرنامجك للانتخابات دكتور؟ في عندي أبرز النقاط بالطبع معنا الوقت كله نعم أبرز النقاط لبرنامجك الانتخابي كرمال يكونوا الزملاء المحامين على الطلاع بعرف إنه كان عندك جولات بالفترة الأخيرة حتى اليوم أنت جاي كمان نعم من جولي نعم في موضوع أنون بنظم التقاضي الرقمي يعني بنعمل منصة جزائية ومنصة مدنية بصير التقاضي عن بعد وهي التجربة صارت مع القضاة وكنا بفترة كورونا بصير فيه تقاضي يعني بتخفف من عبء التقاضي منه بتريح المتقاضين لأنه بخففوا جزء من دعويهم اللي ممكن تخلص يعني بسرعة وفي شي مثلا تقدر تصور ملفات عبر الأونلاين عبر المنصات اللي هي أكيد ما بتخضى على السرية مثل عند قضاة التحقيق وفي مراجعات بتصير كمان بالأقلام حتى ما يكون في ضغط على المظافية ببعض الأضايا هايزي صح؟ ببعض الأضايا اللي ممكن تنحل عن بعد وأونلاين نعم بتخفف عبء التنقل يعني في كلفة التنقل خاصة بهذه الأمور المحاكم كمان هايزي بدأ قانون بصير بالتنسيق بين مجلس النواب نقابة المحامين مجلس قضاء الأعلى بس مش صعب يعني منه صعب ينعمل ومش هالقد مكلف هاي دي وحدة من الوحدات في عنا موضوع تاني مثلا ليش ما بيصير فيه استحداث لفروع للمركز الصحي اللي هو بنقابة المحامين ببيروت عم يجي المحامة من بعلبك أو من كسروان أو من آخر الدنيا من الجنوب ليجي ياخد الدواء ما أنا لو أصل عبيروت وياخد الدواء بكون حطيت يعني اللي حطيتهم أجار نقل محل الدواء اللي جاي ياخده ما انه صعب أبدا يتكلف الموظف بمراكز النقابات وبيعطي هاد الدواء هو موجود فوق بقلب النقابة منخفف عبء التنقل أيضا على المحامين بموضوع الشركات نحن يعني المحامة له بالقانون خمس شركات أكتر المحامين يمكن عم يجيوزوا هاد الرقم وخليني يحكي بالخمسة بالقانون بس في منهم عندهم يمكن خمسة والنقابة بتعرف بهذا الأمر لأنه أصلا كتير ديق أنه يكون عنده خمس شركات هيدا الأمر حتى لو كان ما عم يقدر يعني خمس شركات ما عم يقدر يطالب موكله بالأتعاب لأنه ما في إيلية ضابطة لهيدا الموضوع عبر النقابة بسير الموكل بطريقة غير مباشرة يتنصل هو ما بيقدر يطلب لأنه بصير يخاف ما أنه زميل آخر مسلا يفوت محله أو كذا هيدا يبدأ متل مصاير اسوة بما بما هو حاصل بنقابة ترابلوس بصير فيه اه اتفاق اه على أنه بيندفع يعني بيندفع رسم للوكالات أو حسب درجة التقاضي يعني إذا دعوة مسلا بالبداية بالاستقناف بالتمييز بيأخدوا رسم معين منه شي بيضل المحامة وشي بيروح رسمنا منكون منه أمننا رسم لأنه خاصة هلأ مدخراته صعبة منكون عم نأمن لإرادات وبنفس الوقت المحامي بيتجير هيدا المبلغ لاحقا لإلوه من كل رايحنا من عبق من عبق أنه يطالب الخجل اللي هو بدي يطالب فيه موكله ببداية الدعاوة وهذا أمر مطبق بترابوس ومش غلط يتطبق بنقابة بيروت بالإضافة لضرورة إلزامية الطلب من المحامي براءة زمي من يعني يأخد الموكل براءة زمي من المحامي ساعتها بيصر متربض يتعاطمه وإذا كانت مثلا على فصول بيعطيه على كل فصل بفصله هيك بتكون ضبطنا الإيلية بشكل أكتر قبل ما ينتهي وقتنا دكتور سامر يعني برنامج ذكرنا أني أطل بعب عندي شيء أنا أدبك على السريع نقابة المحامين هي كون نقابة مثل ما قلت حقوقية وأنونية ومرجعية على مصطوى الوطن انطلاعا من هذا الدور فيها تشارك عبر بروتوكول بين النقابة ومجلس النووي بمحامين باللجان بلجان مجلس النواب كلهم بحسب اختصاصه كون المحامي هو الأعرف والأدرة والأعلم بموضوع الأولين وهو أمه الصبي مثل ما بقوله بيقدر يشارك بلجان منه بيطلع الأنون أكتر نقاء وأكتر صفاء بنخفف بنفس الوقت عبء التقاضي عبء الطعم أمام المجلس الدستوري بالأولين وبنفس الوقت بنقول عن نعطي حالة معنوية للمحامي كونه هو بصير مشرع بطريقة غير مباشرة لأنه هايدي الأوانين اللي عم تندرس باللجان عم تروح على الهيئة العامة وترجع تنكار لاحقا هذا أمر منه صعب كمان وما بيكلف مصاري بيحتاج لتنسيق بين النقابة ومجلس النواب كذلك الأمر مثل ما في بعض المرجعيات بالدستور إلى حق الطعن بدستورية الأوانين أمام المجلس الدستوري لازم يكون لنقابة المحامين الحق بالطعن كونه هي كمان مرجعية أنونية وهي الأعرف وهي الأدرة يكون ينعطى يصير في تعديل وينعطى الحق إلى بالطعن بالدستوري الأوانين اللي هي مخالفة للدستور أمام المجلس الدستوري نعم بموضوع تحسين إرادة النقابة بالتأكيد نحن بأزمة مالية بدوا ينبحث عن مصادر تمويل جديدة للنقابة مننا مثلا فينا نعمل رفع لقيمة طابع المحامات ورفع الرسم النسبي من واحد لواحد ونص أو اتنين بالألف من قيمة كافة العقود المتبادلة اللي بتسجل باستجيل التجارة وتسجيل العقارة وكذلك يجب التشدد بالتسجيل بتسجيل الوكالات أمام كافة المحاكم بما فيها الشرعية والروحية نعم أما بموضوع صندوق التقاعد اللي بيطلوا على التقاعد هم في مشكلية يعني عم يجي بيأخدوا كل تلات تشور أربعة مليون ونص ألف وخمسمية على اللولار يعني على ثمان تلاف وعم يأخدوا مليون ومئتين وخمسين كلهم بما يعادل أربعة مليون ونص ليرة ما بيعملوا شي ما بيقدر يأمن لصابي لولد عنده إذا كان بدوا يستخدم هالأربعة مليون ونص هيدا كمان بدوا تعزيز بدوا ضخ بدوا نلاقي له مصادر تمويل لنقدر نعزز دور المحامي لأنه بيكون تعبين كل حي تطلع على التقاعد ما بدوا يتبهدل أما بالموضوع كرامة وحصانة المحامي أنا هون عندي رأي رأي نحن مع كرامة وحصانة المحامي للآخر ممنوع حدا يمس فيه ممنوع حدا يتعرض له هيدا قامة قانونية مرجعية قانونية مثقفة ما فينا نجي كيف ما كان يتناولوا فلان أو عالتان هيدا الأمر مش مسموح فيه ولكن بنفس الوقت مع أنه نقي نقابة المحامين من المحامين اللي عم يمارسوا أعمال وتصرفات مسيئة للمهنة يعني فيه هيدا الأمر عم ينعكس على المهنة وعلى زملائهم من المحامين بشكل عام وخاصة بهالي وقت لأنه وسائل التواصل صارت موجودة يعني كل الناس بتشوفها مرئية ومسموعة فانطلاءا من هون أنا بقول لازم نقابة تروح على المجالس التأديبية تتنقي المحامين ما تنطر أذونية المليحة من النيابات العامة أو من المحاكم أو غيرها هي مباشرة لحتى تكون هيدا المحامي حافظ قرامته وهايبته وكرامة وهايبة نقابته اللي هي يعني هي على مستوى الوطن نقابة وطنية نعم نقابة وطنية نعم عندك شي بعد دكتور لأنه نحن صار لازم نخطب عندي بموضوع يلا المحامين المنتشرين بالخارج اي هو المحامين هني صفراءنا بالخارج نحن لازم نعملهم إطار جامع وإطار تنظيمي داخل النقابة بيرعى شجونهم وهمومهم نظلنا على تواصلهم نحن نستفيد من خبراتهم اللي عم يستفيدوها بمراكز أو بغيروا بره بشركات وبنفس الوقت يمكن يساعدوا محامين هون عم يتدرجوا يروح يتدرجوا ببرة أو على أقل تبادل خبرات كمانا تفضل الدكتور مية بالمية أو أنه يعملوا دراسات عليا بيسهلونه العملكون نحن حاضنين هالانتشار طبعنا على مستوى المحامات فهذا الشيء يعني فيه عدة أمور هلأ هذي الأهم أنا عم بحكوين بموضوع البرنامج أنا بطلب من كافة الزميلات والزملاء بهذه الانتخابات هذي نقابة وطنية يكون التصويت وطنية على أن يراعي التوازن مع التأكيد على الخبرة والمهنية والكفاءة باختيار المرشحين راعي التوازن التوازن يعني المثاقية المثاقية مع التأكيد على الخبرة والمهنية والتحصيل الأكاديمي والأكاديمي اللي هو أساس أنه يكون واحد من الشروط اللي بتخليه واحد يميرس عمله المهنية دكتور سامر بعلبكي المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين بدي أتمنى لك التوفيق بالانتخابات أنت والزملاء والزميلات بالطبع من أجل نقابة أفضل ومن أجل لأنه إذا كان القضاء بخير وأنت جزء من القضاء أو جناح من جناحي القضاء بيكون المجتمع بألف خير أشكرك جزيل الشكر شكرا لكم مشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء في نشرة الأخبار شكرا لك شكرا للإن بي أنت بعد قليل شكرا لكم